بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. معكم المهندس حسان حمامي. اه اليوم بدي احكي عن طريقة النمزج الصحيحة على الاسباندرل. اه الشي اللي بدي ناقشه هو هل فينا نعطي الاسباندرل اسم واحد لابل واحد? وهل لازم نقصمه ولا لا? في حال بدي نمزجه لحتى يتصرف كبيم عادي. شو هي الطريقة الصحيحة لحتى يعطينا نفس النتائج. لذلك انا للمقارنة مجرد المقارنة اخدت مثال بسيط اللي هو اربع متار والسكشن عشرين بمية وعشرين سنتي. واللود اللي بدي ادرس على اساسها هي بس بس ضربتها بعشرة لحتى يطلع عندي قيم وحديد كبيرة شوية لحتى نحس بالفروقات. الحالة الاولى انه انا اخد قسم واحد. قطيت واسم واحد طبعا. الحالة التانية اخدت اقسام متعددة. ونفس السبن. نفس عدد الاقسام بس اعطيتها اسماء مختلفة. بس الاقسام اللي فوق بعض نفس الاسم. وهي البيم. ازا بنا نستعبد المومنت. ما نشوف المومنت بالبيم. تلاتة وستين فاصل ستة اتنين صفر اربع. بالحالة الاولى ما عطى شي ابدا. الحالة التانية كمان ما عطى ابدا زيرو. الحالة التالتة عطى قيم وقيم صحيحة مية بالمية تلاتة وستين فاصل ستة اتنين صفر اربع. اه يبدو اللي بصير انه لما يكون عندي اسماء مختلفة فهو بياخد تكامل هالمنطقة هي السترس بهالمنطقة بيعطيني المومنت على اطرافه. هذا لما قل له انو عندي اسم واحد او قسم واحد باسم واحد. بهالحالة اه لحياخد بس عند الاطراف اللي هو زيرو زيرو. في حال بدنا نشوف هل لازم اصم رأسيا ووفقيا? انا عندي هون حالة انو مقسم بس رأسيا وعطيتهم اسم واحد كمان لحتى نجرب مرة تاني. هون نبس الشي بس اسماء مختلفة. هون تلات اقسام فقط قسمين القسم هو قسمين او قيم كمان لتجربة. نشوف المومنت. نشوف انو هي هي القيمة الصحيحة. ست اقسام واسماء مختلفة. عند تلات اقسام اعطاني قيم اقل ستة وخمسين. عند القسمين اعطاني قيمة صحيحة. بس هون ممكن احنا نشك انو لانه ممكن لو كان في عندي كان يطلع في شي غلط لذلك بعد شوية لحن ناخش موضوع. اذا كان فكسد فكسد. وهون زيرو وهون زيرو. فازان لحد هلأ شفنا الست اقسام والقسمين. عطلنا اتائر صحيحة بالنسبة للسيمبل سبورت. اذا بنشوف الحديد كمان. بنشوف البيم بيطلب ميتين واتنين وتمانين ميلي متر مربع. بالعادة الاسباندر اللي بيكون اكتر بشوي. عضا ميتين واتمانة وتسعين هون زيرو زيرو. وهون ميتين واتمانة وتسعين. فازان ما في داعي ابدا التقسيم الافوقي. اه ازا كان ثلاث تقسام متين وخمسة وستين. هون قسمين اعطى قيمة صحيحة. وهون اعطى قيمة خاطرة. في حال بدنا نعمل ازا كان فيكسد فيكسد. نفس الحالة اخدتها بس عملت فيكسد فيكسد في حال بدي اعمل فيكسد لالسباندر اللازم يكون كل هالملطقة هي فيكسد. فانا عندي اه اه عقاد. فحطيت عنده فيكسد سبورت. عندي هون كمان للتجربة. اعطيته نفس هون اللابل مختلف. ونستعد المومنت. نشوف هون نتائج خاطئة. واحد وعشرين فاصل اتنين. عنا به الحالة اتنين وعشرين فاصل اتنين. فيه انا اعتبره مقبول. اه بس لان نتأكد انه طريقة صحيحة لانه ما فينا نقارن وطريقة غلط. فانا كترت عدد الاقسام. عملت الضعف. وحطيت على كامل الاطراف. طلعت واحد وعشرين فاصل اربع. وواحد وعشرين فاصل اتنين. كمان ضعفت عدد الاقسام. ثلاث وعشرين فاصل اتنين. خلص معناها كطريقة صح انه انا احط هون بس في حال كان عدد الاقسام اقل بتكون دقة اقل بس مقبولة يعني. نفس الشي بنا نشوف هل في داعي انه قصم وفقيا. هون اختة قصيمات رأسية فقط. كمان للتجربة يعطيته نفس الاسم كله. هون اسمها مختلفة. هون تلات اقسام. هون قسمين قسم. وقسمين افوقيين. نستعرد المومنت. منشوف انه المومنت اتنين وعشرين فاصل تلاتة مقبول. هون تسطعش. هون واحد وثلاثين اللي هو القسمين. فقط. فاذا لو كان كان اعطيني قيم صحيحة. بس لانه اعطاني قيم خاطئة بالاتنين. في حال كان عندي الاسمان اكبر ممكن انا احتاج لا اه قيم اكتر. ممكن احتاج لقيم اقل يعني هذا الشيء بيعود للمهندس كيف شايف اه نتائج منطقية. انا اللي شايفه هلأ ما نشوف سوا نحن انه الست اقسام هو افضل شي. الحقيقة انا ماني مقسم اربع اقسام. اتوقع الاربع اقسام كمان كانت اه كافية. فاذا ست اقسام او اربع اقسام الست دقيقة جدا. الاربعة اتوقع كمان دقيقة. لذلك منشوف انه اقسام بس بشكل افقي مع فداعي اه يتقسم ويتسمى اه بشكل المختلف رأسيا. الاختلاف هو بس افقيا. بتلقى انه انا برأيي اربعة وستة. واللي احنا به المسال هو ستة كان دقيقة. فكرة اخيرة بدي احكي عنا هي انه لما يكون عندي سباندرل. اه الدبس اللي له بتجاوز نصف ارتفاع الطابق. لانه هون شو عملت? خد بيم ميتين واربعين. انا عندي ارتفاع الطابق. طابق كله اربعة متار. بيم ميتين واربعين. يعني بتجاوز اه نصف ارتفاع الطابق. وعطيته اسماء مختلفة. متل ما شفنا فوق. ازا بدي استعرض نتائج المومنت. نشوف انه هو الصمو كاني لا قسمين. من فوق لهون ومن هون لهون. لانه من هون لهون مية واتمانية اقل من نصف ارتفاع الطابق. اعتبره قسم واحد. ومن هون لهون اه قسم لحاله. هلأ موضوع نصف ارتفاع الطابق انا هي لاحظتها. بي اكتر من مثال. ما بس بهالمسال هاد. وطبعا حل هالموضوع هو بس لما قل له الساين. مسلا احنا عنا هالاقسا. بدي اعمل لها الساين لابل. بدي اعطيها اسم جديد مسلا. لازم يكونوا فعلها الخيار. ملتي ستوري. اللو ادي نيو نيم. واللو عادين الساين. فانا عندي كل هالمنطقة هي. اه في حرف اللي انا استعملته لعبر عن الملتي ستوري. كل شي فيه هون ام. هو ملتي ستوري نوع. في حال استعملت هالطريقة ما بيكون. يعني مشكلة وفعلا بيطينا قيم الصحيحة. مية سبعة عشر مامين تهو مية سبعة عشر. حتى نتأكد انه فعلا نصف ارتفاع الطابق بالضبط. اه اخدت الدبس اللي قلو مترين بالضبط. فبس انا هوا شوفوا الزد. الزد هون اتنعش هون الزد اه عشرة يعني الدبس اللي قلو مترين. نصف ارتفاع الطابق بالضبط. ملاحز معنا مشكلة عم يعتبروا قصر واحد. بس في حال زدت انا لعشرة سنطي بس هي. يعني اخيت نسخة منها دلات احد. وزدت العشرة سنطي هاي. فنلاحز انه اصم لقسمين. اعتبر منه المترين قسم. العشرة سنطي قسم لحاله. في حال استعمل يعني هذا انسخت لها واستعملت فعم يعطيني قيام صحيحة على اعتبر انه هو جزء واحد. لذلك لما يكون دبس يزيد عن نصف ارتفاع الطابق. اه هذا اللي قدرنا اوصله واشاء الله يكون مفيد. والسلام عليكم ورحمة الله.